السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل شيء يريد الإنسان يسوي بهذه الدنيا لازم يستوحى أو يستلهم أو يستمد من شيء موجود في الطبيعة سبحان الله أو من وحي الخيال ولكن وحي الخيال أيضاً مبني على شيء أنه يشبه شيء موجود في الواقع حتى تصميم السيارات وأسماءها كثيراً من المصممين يأخذوها من الطبيعة حتى تصميم السيارة تحسش فيها من الإنسان طريقة الإضاءة، طريقة الشبك كعيون، كأنف، كأذن وغير ذلك سيارة اليوم اللي صممها أيضاً السوحى الفكرة من كائن حي مش عادي عملاق يعتبر من أكبر الكائنات الحية الموجودة على هذه المجرة الحوت وسيارتنا الامجي ويل اللي هي الحوت اسمها حوت وتصميمها مستوحى من الحوت وفيها لمسات تشبه الحوت موسيقى عنكم شوف الإضاءة كيف جاي عنكم أكثر من مقطع عندك هذه القطعة وعندك هذه القطعة الزاوية وعندك هذه الإضاءات كلها LED وعندك أنت ممتدة بكامل مقدمة السيارة كخط LED جميل نجي الآن للمساعد الحوت شبك الأمامي تحس أمامك كأنه وجه أو خشم الحوت بشكل عام مع هذه الخطوط اللي جاية كشبك ام جي ويل تتوفر بفئتين الفئة القياسية الكومفورت أو تسمى الكوم والفئة الأعلى اللي معنا لليوم اللاكس أو اللاكجري اللي هي فئة الفئة الفن اوبشن الفرق بينهم هنحكي إن شاء الله خلال الحلقة ولكن الفرق يعتبر اختلافات كمالية وليست جوهرية السيارة فيها كاميرات 360 درجة شوف كيف عملين مقدمة السيارة ماشية على الجم تطلع مع الكتب الجانبي كأسفل السيارة وعندك بها أيضا أعلى السيارة جاي السيارة باللون السود لامع كدمج ولون السيارة أبيض لؤلؤي جميل جدا كلا الفئتين يجوا بجنود 19 إنش ولكن تصميم يختلف بالفئتين على فئة الفل اوبشن مثل المشافين تصميم جميل هدوءها وعزلها يعتبر أكثر من ممتاز بكل صراحة شوف عندك هذه الطريقة هذه الإضافات تشعر مثل زعانف حتى طريقة تصميم المراية لو تركز بالزوايا هذه تشعر أيضا مثل زعانف أو الأشياء الموجودة على الجسم الحود بشكل عام واللمسات هون عندك هذا مو أسود لامع عمين مثل حدود لكي تفصل ما يبين الزجاج جدا ضخم فعمين هون لون رمادي غامق هون أسود لامع وهون بالأسود لامع تمام؟ مقابض الأبواب بهذه الطريقة أيضا عشان العزل والهدوء أثناء المشي مراي السيارة عليها إضاءات الإشارة أيضا شوفوا كيف طريقتها تحسم مثل زيل الحوت وعندك أيضا الكاميرات عشان 360 درجة تصميم السيارة من الخلف عندك أيضا جاي قصة الكوب نفس مبدأ الـ X6 الجيلي كوب وهاي السيارات الشباب اللي تحبها اللي هي سيارة الـ SUV ولكن بتصميم كوبية من الخلف ولو ركزنا أيضا من الخلف منشوف في عندك هذه النقوشات أو طريقة التصميم أيضا تشبه بطريقتها الأشياء الموجودة على الجسم الحوت عادة بس ناخد سيارات عشان نجربها كثير من الأصدقاء من الناس اللي نشوفهم يسألوا عن أسعار السيارات والـ MG Wally من السيارات اللي صدمت معظم الناس اللي قابلناهم بموضوع سعرها يعني بيقول لك سيارة بيسألني كم سعرها ما شاء الله شكلها جميل خاصة من الخلف فيها تمييز من ناحية الـ ED والطريقة لضاءة هذه الطولية ففيها فيها لعبة تصميم حلو كم سعرها؟ بيقول له أنا أقدر بيقول لك 130-140 ألف سعرها بيكون منطقي فهو بينصدم بينصدم أنه سعرها تقريبا 95 ألف درهم والـ Full Option تقريبا 105 ألف درهم فبيقول لك كيف هي هي السيارة أنه صارت السيارات ثانية ما فيها التصميم الحلو ولا هالـ Options أوكي وسعر أغلى من هيك فهذه هي لعبة MG بهذه السيارة عملوا تصميم جميل سيارة مريحة اسمها عريق كـ MG وخلوا عليها مواصفات منطقية ما كثروا زيادة مواصفات خلوا لك اللي بتحتاجه وعطوك سعر حلو مع ضمان 6 سنوات أو 200 ألف كيلو هذا هو ضمان السيارة لعبة الأسود اللامع مستمرة عندك أنت بالأسفل الصدام الخلفي بالأسود اللامع مع فتحات كبيرة للعدم ولكن لو نركز جوه ستشوف مسورة العدم الأصلية عندك أنت حساسات خلفية والكاميرا موجودة هذا الزر عشان تفتح الصندوق الخلفي خلوه شوي نكمل بالأعلى عندك جناح صغير أيضاً لونه أسود لامع عندك جناح الكبير أيضاً مع وجود أشكال مثل الزعانف أيضاً طريقة تصميم ورياضية ومستوحى من الحوت الآن بفئة الفل اوبشن من الاختلافات اللي بتجي عليها غير تصميم الجنوط من الشكل الخارج ومن الشياء الخارجية أنه عليها صندوق خلفي يفتح بطريقة ذكية بتمرير القدم هذا ما بيجي على الفئة القياسية تمام؟ 382 لتر هو حجم الحمولة كصندوق خلفي في حال نزلنا مقاعد الصف الثاني توصل معاك لـ 1458 لتر عندك هذه القطعة عشان كالستارة أو بتقدر تشيلها بهذه الطريقة وعندك أي الشنطة وهذه القطعة عندك ترفعها حتلاقي فيه مكان تخزين مع مادة قابلة تنظيف بلاستيكية ترفع حتشوف عندك هطار احتياطي معدة البنشر في الإغلاق عم يكون عن طريق هذا الزر ففتح الصندوق الخلفي بيكون اما عن طريق تمرير القدم أو عن طريق هذا الزر أو عن طريق المفتاح الموجود عندك ثلاث طرق بالنسبة للشكل الخارجي تمام؟ عندك إغلاق فتح الصندوق وفتح السيارة وبالخلف عندك بصمة الـ MG مع لون نفس لون السيارة MG ويل من الداخل بسم الله الرحمن الرحيم وهم اختلاف بين الفئتين بالـ MG ويل الفئة القياسية وفئة الفل اوبشن هو الفرش الداخلي فئة الفل اوبشن مثل المشايفين جلد نابا ألماني أصلي مش تقليد أورجينال جلد فخم من ملمسه من ريحته جاي باللون عندك السيلفر الفاتح جداً على أبيض مع اللون الكحري مع بصمة الحوت لهو مستوحى منه تصميم السيارة موجود على كل مساند الرأس ما عدا المسند وموجود في المنتصف بالخلف سيارة التسالية خمسة أشخاص مضبط المقعد إنها السائق بسم الله شوفوا كشاصي السيارة أطول من الـ RX-5 ومنخفضة على الأرض بشكل أكبر من ناحية ارتفاع الحفرة هاي الموجودة أو الطريقة التبطين الموجودة جهو المقعد عشان مساحة أرجل جميلة جداً عندك خاملات أكوات مكان تخزين فيه استغلال جميلة المساحات وحبيت تطريق صراحة والله فخم يمكن أنتم في التصوير ما يبين معكم كثير بالصراحة فخم والله عندك مشابك تثبيت مقعد أطفال آيزوفيكس بالآخر السيارة عائلية مع وجود وسائد هوائية جانبية أيضاً مش بس أمامية حتى على الفئة القياسية نفس الشي عندك وسائد هوائية جانبية بانوراما يعني مش كبيرة جداً ولكن بالنسبة لتصميم السيارة يعني جيدة عرفتوا كيف تصميم الكوبية ولكن أنا بدي أتكلم الآن عن مساحة الرأس شوف المساحة فوقي ما شاء الله ممتازة جداً نجرب مقعد الوسط بسم الله الرحمن الرحيم هو نضارب رأسي شوية شايف طيب برجع رأسي لأن المقعد أردي بكون أعلى يعني تكيف واصل للخلف عندي فقط فتحات USB Type A ما في Type C بوز تسع سماعات أيضاً ما يميز الفئة Full Option الفئة الأقل بيكون لك ثمانية سماعات صراحة تسع سماعات صوتهم جميل جداً بوز من أشهر أنظمة الصوت في العالم تعال نشوف الآن ام جي الحوت من الأمام طريقة مسكة الباب صراحة أيضاً مستوحاة من طريقة طرف ذيل الحوت ولكن وما نشوف ذيل الحوت بتصميم السيارة من الداخل الجيربوكس شوفوا طريقة مقبض الجيربوكس أيضاً بطريقة جداً جميلة شغل السيارة عن طريق الزر جميلة السيارة من الداخل ما في ثين حي يختلف عن هذا الموضوع صراحة الألوان الموجودة لون الأبيض حتى الجلد الأبيض على السيرينج لون جداً جميل مميز بالسيارة أمامك شاشتين بطريقة منحنية شوي كل واحدة منهم مقاس 12.3 إنش لأمام الساق شاشة عداد أما على طرف اليمين التحكم بكل شيء في السيارة السيارة في أبل كار بلاي وأندرويد أوتو قياسي حتى على الفئة القياسية مو شرط في الأوبشن هون ما في أي اختلاف تمام خبرتكم فقط اختلاف الداخلي موضوع الجلد بيكون هناك على الفئة القياسية قماش وعندك سماعات وأيضاً الأشياء المختلفة إضاءة المحيطية وعندك أنت تعتيم المرايا الوسطية وأيضاً بكون عندك ممري بالنسبة لكرسي الساق ذاكرة تمام ولكن كلها أيضاً أشياء كمالية نتكلم عن السيارة والبساطة الداخلية الموجودة مثل معارفين نحن في عصر التبسيط وتقليل عدد الأزرار فشوفوا كيف دامجين الأزرار المعنية ضمن هذا الكونسول اللي هو القشور الموجود عندك عندك كم زر شوف زر الهوم بيج بالنسبة للشاشة وتقدر تضغط عليه تمام عندك زر تشغيل وأطفاء المكيف من هذا المكان بشكل خارج في حال تعطرت الشاشة لقدر الله معاك تقدر تشغل على أقل مكيف من هذا المكان زر التحذير الرباعي موجود كنت أتمنى يكون زر فعلي ولكن واضح بصراحة هذا عشان إزالت الضباب من أمام ومن الخلف تكيف موجود عندك بالأسفل وعندك الجوانب السيارة تكيف وإن شاء الله جيد جدا ما رح أقول لك أحسن تكيف ولكن ما وجهنا في مشاكل حرارة هالأيام عن طوصة الثلاثين فأنا بشوفه كوي السيارة ما عليها مخفي ولا عازل حراري فما وجهنا مشكلة بموضوع التكيف حكينا على الجير بوكس وإيضا طريقة الجلد المغلف فيه جميل جدا تحكم بهالطريقة شوف أول ما تحط قيير السيارة أول ما تنطلق بتورجيك بطريقة ثلاثية الأبعاد المنطقة حواليك بالكامل عشان تكشف لك الزوايا قبل ما تنطلق تمام بطريقة جدا جميلة هي عندها التشغيل الأولي للسيارة تعمل لك هالطريقة شايفين أنا حاجت أنا حطيت درايب ما تلعت لي خلاص هي أول تشغيل السيارة بتورجيك محيط السيارة بالكامل عشان لا تدعم أنت وطال على قدر لاو هذا في أي أجسام غير مرغوب فيها عندك أنت حملاتك واب عندك هون عدة أزرار الهند البريك أو الباركينج بريك الواتو هول اللي يمسك الفرامل عند توقف لفترات قصيرة سنترلوك فتح واغلاق الأبواب بالطريقة زر المساعدة على النزول من التلال المود اللي هي وضعيات القيادة تضغط عليها شوف حتى الشاشة عندك عن تتغير صار عندك هون كلمة سبورت فوق تضغط ضغطة ثانية كستوم أنت بتسويها من الشاشة إيكو اقتصادية كومفورت مريحة سبورت رياضية بتحس بالفرق بين الفئات نعم بحسب الفرق بين الفئات ليش لأن فيه توربو توربو كبرمجة بين الوضعيات بتحس بالفرق فيه عندك هون زر أيضا التتش مع كبسة هاي اللي هي حرف الإي عليه السهم هذا الزر اللي هو ستارت عن ستوب اللي هو بوقف المحرك عن العمل لفترات قصيرة عن توقف مثلا إشارة لغير ذلك بعدين عندك هون السد الوسطية مع المسند الذراع أيضا بطريقة جميلة جدا في عندك بالداخل مساحة التخزين تمام وبالأسفل هون عندي أيضا استغلالة مساحة التخزين وعندي مدخل الـ USB عدد 2 أيضا Type A عشان تشبك جوالك مع الشاشة ما في ويرلس Apple CarPlay أو Android Auto لازم عن طريق الكابل أو عن طريق السلك تمام تمام علي اليمين التحكم في الشاشة الأمام الساق على جهة اليسار التحكم بمثبت السرعة والأوامر الصوتية عجلة القيادة تتحكم فيها بطريقة يدوية لأرفاع أو تقدم أو ترجع بالخلف عندي مكان تخزين تحط فيه أوراق مهمة ملكية السيارة Business Guards Coins ما عندك مشاكل وعندك هون أزرار التحكم بحدة ارتفاع الإضاءة عندك بنوراما والتحكم فيها من خلال هذا المكان والإضاءة الداخلية مثل ما خبرتكم الشاشة بشكل عام نأخذ لفة عليها عندك تحكم في الاسي تحكم في الكاميرات 62 درجة تترى تشوفها للسيارة بأكثر من زاوية مثل ما أنت تحب أو 3D مثل ما خبرتكم بطريقة شفافة مع خطوط السيارة جميلة صراحة عندك 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 الإضاءات عندك اللغة شوف شوف شو عندك لغات عندك عربي عندك انجليزي تمام بطوث اعدادات الصوت سيستم صراحة التتش تبع الشاشة رهيب جدا تمام مجي الحوت على الطرقات ستكلم عن باقي المعلومات اللي بتهمكم طيب يا كريم شو محرك الامجي ويل الوحيد الموجود على هذه السيارة محرك هو 4 سلندر 2 لتر توربو بقوة 231 احصان وعزم 370 نيوتر بكل صراحة قوة وعزم هالمحرك نسبة وتناسب لحجم السيارة أنا بشوفه جميل جدا سيارة نشيطة السيارة فيها تسارع جميل نسبة وتناسب لحجم السيارة برجاء خبركم أيضا جير السيارة هو اللي عامل فرق ثمانية سرعات من شركة ايزن اليابانية اللي تابعة لشركة تيوتا جير عمري اقتصادي ناعم تبديلاته تحسها CVT ماشاء الله فتعالوا مع بعض وسألونا تسارع وشوف كم حنجيب من صفر لمية وشوف ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله وشوف السرعة القصوى للامجي هي 210 كيلو متر في الساعة محددة الكترونية سعة خزنان الوقود عندك 55 لتر وزن السيارة 1729 كيلو جرام اللي يميز الويل من امجي انه هي مريحة اكثر مثلا لو قارناها بالاركس فايف الاتش اس ليش الاركس فايف والاتش اس فيهم راحة مع ثبات عالي على المنعطفات نسخة الويل للناس اللي ماخذين السيارة استخدام يومي مريح عندهم اطفال ورا ما بدهم الاطفال يكون عندهم قساوة جوا السيارة فعشانك بتحس انت هاي السيارة لو لفيت فيها بسرعات عالية ممكن تحس شوي التماوج ولكن هذا الشي لمصلحة الراحة القوية الموجودة فيها الامجي وين لو قارناها بالسيارات المنافسة او حتى سيارات بنفس الحجم لدى الشركة نفسها الامجي عزل الزجاج الامامي جميل جدا بكل صراحة عزل الارضي جميل جدا هذا الشي اللي حبيته في السيارة لاحظتم في السيارة متطلع مطاب جانبي ولا غير ذلك ما بتسمع اصوات ديكورات في سيارات اذا تطلع بطريقة مائلة بتصير تسمع اصوات طاك طاك مثلا موجودة في البانوراما هذا الشي ما لاحظتم بالامجي ويل ايضا فيه تماسك جميل لداخلية السيارة لا تنسوا امجي صح حاليا هي مملوكة لعملاق صيني سايك وتصنع في الصين ولكن امجي هي علامة بريطانية قديمة وعندهم الى الان ناس من هذه الشركة عندهم نظرة وخطوط اساسية في تصنيع سياراتهم ففي لمسات اوروبية بتشوفها انت بالسيارة ايضا امجي ويل شو السبب اللي بخليها ايضا تتماوج اكثر لو قرناها بالحس او الاركس فايف مثلا ان هي مرتفعة عن الارض اكثر منهم هذا الشي ايضا جميل للناس اللي بروحوا في السيارة اماكن مثلا غير مستوية بالشكل كبير فيها شوية مثلا طرق وعرة طالع جبل انشط بحر وغير ذلك لانو السيارة ارتفاعها عن الارض 20 سنتيمتر ففي عندك مسافة 20 سنتيمتر انك انت ما تضرب بشيء هذا الشي ايضا بيخليك تلاحظ انه فيه باديرون ولكن نفس الوقت بيخليك تكون مرتاح نوع الاطارات مشلن الشركة ما بخلت على السيارة باستخدام قطع عالمية معروفة اطارات مشلن واحد من اقوى ثلاث شركات اطارات في العالم الشركة الفرنسية غير السيارة قلت لكم ايزن ياباني مكيف السيارة نفس الشي في قطع كثيرة من شركات عالمية هذا الشي بيخلي ثقتك انت تزيد اكثر وكتشتري السيارة وكالات كبيرة اسماء وكالات كبيرة عم تاخذ وكالات صينية سبب الطلب التصميم الجميل الضمان الحلو والسعر المنطقي مقارن باسعار السيارات اللي عم تعتبر غالية جدا حال ايام هذه كانت حلقة اليوم شكرا لمتابعتكم ونحو شعارا دائم للعالمية بس من العرب مع عرب جديد السلام عليكم